صباح الخير طبعا هسا الساعة ما يقارب بالستة الى ربع الصباح كاعدة بمكتبة لانه الطلاب اذا يجون هنا بعد ما قدر اشتغلوا براحت لانه اوراق وشيلوا وجه اللي يقري ينسى اجمل عندي فهذا من الصباح اشتغل احسن لي حان راح انزل لكم رابطي خص ملئ استمارة فتح الملف الدراسي الطلابي والغير طلابي اللي رادوا يفتحون ملف دراسي يمي واي واحد يريد يفتح ملف دراس فمعلومة هامة اتفيده هذا الرابط راح اشرح لكم يا ابي الكامل وادزل لك الرابط وتتخل عليه ودخل معلوماتك اللي موجودة بكتابك مالي مباشرة بالدراسة بالنسبة طلابي وغير طلابي بالقناة مالتي او بالقروب راح ادزلكم شنوع الصور مالكتبكم الرسمية خوش وتتملون اسم الرفق ما اعلمكم مهم جدا جدا انه ادخل معلوماتك واسمك ورقم الجواز واسم العشيرة اللي هو اللقب وفق الجواز خوش عزيزي نفس الوقت اكو تحويل تاريخ ايراني للميلادي عن طريق سايت موجود ونفس الوقت رقم الكتاب مالي مباشرة بالدراسة مكتوب باللغة الفارسية لازم ندخله باللغة العربية هناك بعض العقام باللغة الفارسية أبقى لكم شون معناها باللغة العربية خوش عيني ونفس الوقت انا ادخل الكتب الرسمية اسمك مدقيقة رقم الجواز رقم الطالب اذا ابي غلط ما انا علاقة باهم شي اسمك ورقم الجواز ندخل كل تلك شون اذا انا تلقى غلط وتبلغني انها بعاني شنو رقم الجواز اسمي بي غلط خوش عزيزي واستعليكم الشريح نفتح الرابط نهاية استمارة تفتح الملف الدراسي امامكم كل طالب يريد يفتح ملف دراسي بايران فهذا استمارة واجب مليحة خوش عزيزي هذا الرابط راح شون ادجل كياب القناة وبنفس الوقت راح اضط الكياب صندوق وصف اليوتيوب خوش شعرنا بقناتي خطوة وخطوة دراستو كفير انا بنزل فيديو كامل بداخل القناة بس هذا الفيديو راح احمل على اليوتيوب حتى الكل يستفاد من عدة خوش فهي الاستمارة صراحة واجب مو مستحب ولازم مفق الجواز بس نقطة مهمة انه هاي حاليا الحالة الثانية والثاثة الطلاب راجعين بالعطلة ومصابين اللي مدعوم بسيارة واللي مكسور عنده فشي اللي واقع اللي يلعب طوبة بس مو بحذار يريد اللي يفوز ويكسر نفسه خوش هستتو شوفو هاي والدت احد الطلاب هذا الطالب مكسور عنده عظم التارق ويا اخي صحتك فوق كل شي الصحة لا تشترى بالمال الصحة ما تتعوض بشي اوكي لعب واطلع وصافر واخذ حريتك خوش لكن شون الصحتك اهم من كل شي يا عزيزي تفتهمني اني جالسة نمني هاي المعلومات معلوماتك لازم تدخلها وفوق جواز السفر خوش عزيزي مثلا هاي طلعت قدامي اسامي احط هذا اسم الطالب خوش لقبك وفق الجواز اخواي طلاب اسم جدة هو شنو لقبه خوش مكتوب على الجواز فاني ما امشي على عشيرتك بالعراق شنو جوازك يغرع عشيرتك هو اسم جدك خوش احتي بعض الطلاب مو كل الطلاب خوش اخواي طلاب لا عشرة مثل فرط الجنابي القرعوي الفتلاوي خوش انا اتذكر واحد من الطلاب عشرة الفتلاوي ومكتوب له فتلي فاته مو تكتب للفتلاوي مثلا محمد خوش ومكتوب الجواز ايضا اسم عشرتك محمد فشنو نملي الجوازنا وفق الجواز نملي معلوماتنا العفو وفق الجواز نتجي الجنس ذكر او انثى هاي دخلنا اي لقب خوش رقم جواز السفر اكيد مثل اللي مذكور مع الحروف تاريخ الولادة وفق الجواز مثلا نختار احنا هانا للسهولة جلطون مثلي حتى تطلع الكمب مثلا تأفرض مثلا الفين هاي شو ما ولد من يما حطها تدخل بالدقة تاريخ الميلاد العفو محل الميلاد البريد الالكتروني او الايميل تدخل احنا اي ايميل خوش يشتغل لازم ورقم هاتف اكتب رقم هاتف خوش رقمك ايراني او عراقي حتى لا مو مشكلة ذا ما عندك ايراني معلومات الضامن وما هو الضامن شوف عزيزي الضامن هو شخص رح يكفلك بفتح الملف الدراسي لازم لكل طالب الى الضامن وهذا الضامن مو مثلا موظفو كذا لا 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 اي طالب عادي مجرد تحتاج نسخة من جوازه خوش هاي النسخة تحط مع ملفك وهو ايضا رح يحط نسخة مع ملفه من جوازك خوش لان اثنين رح واحد يكفل الثاني وما يحق للطالب الواحد يكفل اكثر من طالبين او يضمن اكثر من طالبين خوش عزيزي فانتو الطلاب لازم تنسقون واحد مع الثان خوصا الاصدقاء اللي قاعدين بنفس الشقة سواء طالب وطالبة او طلاب او بنات بناتهم خوش لازم واحد يكفل الثاني و لازم واحد شنو يط نسخة من جوازه لازم سكانر وملونه شنو يحطوها مع ملف الشخص اللي رح يفتح ملف خوش فمثلا احنا طالب اثنين انا اكفلك وانت تكفني قطيك نسخة من جوازي اليك وانت نسخة من جوازك اليه خوش عزيزي هالنقطة مهمة اسم الضامن اللي هو صاحبك مثلا افروض هذا وعشيرته ايضا وفق الجواز خوش ورقم جوازه مثلا هذا هيا خلصنا من الضامن نجي معلومات قبولك الحالي في ايران المرحلة الدراسية التى هاي بعدنها قدامك مثلا مجموعة طبية تدرس طبعا فتحط هاي واذا ما دستير او مثلا اذا تدرس تخدير باكلوروس فتحط اول واحدة فقط خوش تخاصصك نرجي هنا للتخاصص هاي احنا لازم ندورها اذكرها لي جوه كلش الي هي مكتوب طبية قسمك مثلا تخدير تحط تخدير خوش هاي شوفها طبية هاي شنو اذا mbps طبعا متخصات الاخرى فتبحث عن تخصك وتحط اسم الجامعة موجودة هنا كل الجامعات الايرانية المعترف بها بالعراق خوش هاي شهيد بهشتي اي جامعة احنا هنا ايران غير حيط احران كردستان كيرمان هذان موجودة هنا كل الجامعات خوش مثلا نحط شهيد بهشتي للعلوم الطبية نوع قبولك اكيد نفقة خاصة هاي شهيد اخر شهادة اكيد اذا جاي تدرس بكالوريوس خوش وطالع من السادس فشاهدتك هي اعدادية اذا جاي تدرس ماجستير فاخر شهادة عندك هي بكالوريوس اذا جاي تدرس استاذنا دكتوراه فاخر شهادة عندك شنو هي ماجستير خوش العام الدراسة اللي تخرجت به تكتب لي مال اخر سنة خوش 23 اذا كنت تخرج 2021 فتكتب لي 21 وهكذا تبني مني عزيزي الرغم الاكبر تكتبه اسم الجامعة او الاعدادية المدرسة اللي تخرجت من عندها احنا تكتب اسمها بالكامل مثلا افرض خوش واذا اكيد تريد تدرس ماجستير فجامعتك اللي تخرجت منها بالمكالوريوس تكتب احنا معدلك بدون اي اضافة مثلا معدلك هذا هذا المعدل طبعا شنو يفتح ماله بدراسي مع جبر الكسر لا علاقة باضافة الدور الاول ولا اضافة الشهداء ولا اضافة التخصص ولا اضافة معرفة الفرن الصغير معدلك وفق الوثيقة شنو المجموعة تقسم مع العدد الدروس وتدخل احنا نجي هنا معلومات مهمة ذني متى باشرت بالدراسة طلاب نعيني اقول انا نقطة مصيرية جدا مهمة لازم تنتبهون بيحنا متى باشرت بالدراسة الاكاديمية العام جامعت جندي شابور للعلوم الطبية بدأوا بالدوام مالتهم تقريبا 25-12 ما يقارب واحد الواحد جامعت كيرمان العلوم الطبية بدأت يوم خمسة واحد ذلك الطلاب اذا ينكتب بالملف الدراسة على انهم كورس اول دفعة سبتمبر وبدأوا بالدوام بالشهر الواحد ما رح ينفتح لهم ملف دراسي ليش؟ لانه بالنهاية العراق قد قد قوانين على انه الكورس طول جيد لازم موقع لم تلتة شهر اربعة شهر فالتشلون يمسجل بجامعة اجنبية وهي جامعة معترف بها بالعراق وبنفس الوقت شنو الجامعة لازم تمشي وفق القوانين العالمية بداية الكورس يكون لو بالشهر التاسع لو بالشهر العاشر يعني لو سبتمبر لو اكتوبر ولازم ينتهي مثلا فابرواري كل الجامعة بالعالم تقريبا تتبع هذا النظاف اذا انت تبديل بالشهر الاول معنى شنو براية الشهر الثاني راح تخلص الكورس الاول مالتك فهذول الطلاب مراح ينفتح لهم شنو ملف دراسي احنا خلن نجي الطلاب اللي يبدأ بالدوام بالشهر الداعش اذا قبوله صادر بالشهر التاسع وبالشهر العاشر فخلي خلي المباشرة بالدوام مفقد التاريخ اللي راح اقولها تخلوني التاريخ يوم 28 عشرة خوش اما انتبه اما اذا كان طالب القبول مالتك صادر بعد هذا التاريخ فلازم يخلي المباشرة بالدراسة مالتك يوم سبت اول سبت بعد شنو تاريخ القبول مالتك يعني شلون يعني افرض انت القبول مالتك صادر بالشهر التاسع وبالشهر العاشر خوش تخلون كل ياتكم شنو البداية مالتكم مال الدوام يوم 28 عشرة خوش هاي النقطة مهمة اما اذا طالب دوام افرض بادي القبول مالتك صادر مثلا يوم سبعة شهر دعش مثلا شاهد بهشتي عند بعض الطلاب العام اخر طلاب بالنفس الاخير حصلت لهم قبول خوش قبولهم صادر يوم سبعة دعش اشلون هذا الطالب القبول مالتك صادر يوم سبعة شهر دعش وهو بادي بدهم يوم 28 عشرة يعني اكو واحد ما اقول يبدي الدوم يالله انقبل بالجامعة اخو ما اكو يكوش شي يستمون فهي ايضا عقلوهم انتبوه لها دول الطلاب اللي قبولاتهم صادرة بعد هذا التاريخ يحط يوم سبعة عفوا اول سبعة شنو بعد تاريخ القبول ما عدتك اللي هو التاريخ المباشرة بالدراسة ما عدتك ارجو النقطة انه شنو افتهمتوها خوش فنجي تحدد لي قلنا 23 اكتوبر يوم 28 هو يصادف يوم سبعة وصلنا لهاية الفقرة وهي يريد رقم المباشرة بالدراسة يعني رقم كتاب المباشرة بالدراسة وهنا شنو هذا هنا تدخلها طبعا وهنا جوا شنو يريد تاريخ كتاب المباشرة بالدراسة وهذا وين تدخلها احنا راح اقول لك علي وين مثلا هذول الطلاب قدنا احنا انا هذا الطالب انتبه لي عزيزي هذا هنا رقم كتاب المباشرة بالدراسة لان الارقام اذا واحد ما يعرف الحين شوف انتبه لي هايا 2 خوش اذا هي تشي 3 اما هايا 2 خوش هذا حرف صاد هايا 6 تكتبها بالعربي هايا 3 3 1 6 8 خوش طبعا شنو هايا 6 عدك بالفارسي هايا 4 لا فوحيتش تقريبا هايا 4 وعدك الخمسة عبارة عن قلب مقلوب وبنفس الوقت عدنا قلت لك الثنين هايا شكلها وبقية الارقام هي كما هي خوش هذا الرقم لازم تدخله وفي كيبورد اللغة العربية لا تستخدم الكيبورد باللغة الانجليزية وهذا شنو الفوق هاا هو تاريخ المباشرة بالدراسة خوش تاريخ كتاب المباشرة بالدراسة اما تاريخ المباشرة بالدراسة اللي وضحتكم اياه النقطة الفوق خوش فق القابولات وفقه شي شي هذا التاريخ مكتوب عندك بالتاريخ الايراني خوش هذا تحوله عن طريق ساعة الساعة قل لك علي تحوله للميلادي بالنسبة لتاريخ كتاب المباشرة بالدراسة بما انه مكتوب بالايراني واغلبكم ما يعرف تحول الايراني للميلادي فهو حاط لك هذا السايت احنا هنا تدخلي على هذا السايت تايم نقطة IR ويراي تنزل انزل لي جوا تروح لي على التحويلات تشوف احنا هنا عندنا تبديل تحول من الميلادي للحجري من الهجر للإيراني من الإيراني للميلادي احنا شنو نحºح تحول tagة التاريخ الوحيد اللي هو عبارة عن تاريخ حجر شمسي نحول للميلادي قدنا ثلاثة نواعة من تحويلات اللي هو هذا اول واحد تختارة هذا خورشيدي او جلالي هو الإيراني نحوله شنو للميلادي نأجي ، التعيين اليوم تاريخ الكتاب هذا اللي شفناه كان يوم ١٢ وحنا ١١ تحسبها على العدد هذا ١١ ياسنة كان ١٤٢ وفي المكتوب نبدله الذي يظهر لك بالميلادي هو تدخله بالاستمارة مالتك وين الذي يظهر لنا؟ إعادة يوم ٢٢٣ ٢٢ ٢٢٢ هذا التاريخ تدخله وين تدخله لحظة نزل من هنا ونرجع تدخله التاريخ الذي يظهر لك تدخله هنا أفرض ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ يجب أن أدخله هنا حتى أراوي لكم الاستمارة كيف تدخله مثلا أفرض ١٤٢ خاط صاد خاط مثلا هذا الرقم طبعا هذا الرقم ما دخلته صح هنا لا يوجد خربطة بالموضوع لازم هذا يدخل صح إذا اكتبه شي رقم ثم الفاصلة ثم صاد ثم ١٤٢ ٢٢ شوفوا هاي الطريقة الصحية اللي يدخل الرقم تبدي من الرقم ثم الصاد ثم ٤٤ ثم ١٤ و ١٤ ثم الصاد ثم الرقم هذا شي دخل صح فهذه الطريقة الوحيدة خوش وهذا التاريخ أنا دخلته وبعد شنو ما دخلته هذا هنا ندخل التاريخ دخلت كل المعلومات خوش اللي دخلت ياهو لنعدي حوان إيميالات راح يجينا على الإيميل شوبر ٦٦ أدوس تسجيل أسه باعوا فوق باش ساعة ١٧ ونص ضابط خوش يقول تم تسجيل الطالب هسه ننتظر ماكو خلال دقائق قليلة ويوصل لنا الإيميل هنا شوفون جوا وصلنا الإيميل هذا فهذا الرابط إجانا أدخل عليه هاي الاستمارة المطلوبة لفتح الملف الدراسي وطبعا ذا يطلع عندك بها غلط فعادة صحيحة يعني مرة ثانية تسويها من جدة وجديد ماكو أي مشكلة تفتهمني هذا الـQR لازم يطلع على الاستمارة لأن هذا شنو يسوي لسكان بالجهاز ولازم شنو معلوماتك تطلع تفتهمني لازم يظهر وحتى هنا نحط لك بهاي النقاط هنا نشوف تأكد من طباعة بصمة البار كود اللي هو هذا اللي قلت لك عليه هذا البار كود مهم يطلع بالاستمارة زين اذا رابط وتروح للمحل الاستنساخ او مكتبة وتريد تستنسخه او تطبع حالة سحبة ما رح يطلع لك هذا الـQR رح يطلع لك هاي شنو الاستمارة على شكل صفحتين ومخربتة فشنو لقيت لك حال شتسوي تنسخ لهذا الرابط خوش حتى يحول لك URL اللي هو الرابط الى شنو PDF بكل سهولة طبعا مجربة هواي ساعتات ما يطلع الكيام مضبوط خوش الا هذا لا يطلع الكيام مثل ما مطلوب نجي احنا ندوس عليه خوش تحويل وثم تحميل هسه شنو تم التحويل واحنا هنه هسه شنو تحميل شوفوا هذا المطلوب هسه هذا صح ومطبوط 100% انا شنو احتاج من عندك يدزلي هايه الـPdf العفو هذا الـPdf خوش لا تدزلي الخطوات ولا تدزلي الرابط هذا الـPdf تبطينيا خوش لان قلتلكم اغلب محل الاستنساخ ما يعرفون يطبعون الرابط واذا يطبع فيطلع لك غلط وراح شنو اعلم هذا الرابط العفو هذا الموقع شوفه وراح احمل وحول نفس الرابط خوش نضطي وندوس هاي الزرقه راح يتم التحويل هسه تم نحمل خوش باعوا علي هاي غلط هاي غير مقبولة بالسفارة العراقية شفت الفارق باع هاي بالعروض هذي تشلاء مرتبة ومثبوطة فهايا صح خوش وكاملة 100% بينما هاي يا عزيزي هاي غير مقبولة خوش فتعتمدون على هذا الرابط هاي طبعا شنو لاقي عشرات السائطات يالله لقيت هذا هو المضبوط وهو الصح وصلنا لها المرحلة ماذا بعد وهي المسامسكات المطلوبة لفتح الملف الدراسي هسه علامتكم على هاي الاستمار وصلنا لها المرحلة وصلنا لها المسامسكات وصلنا لها المسامسكات طالب طالب يستنسخ ليها نستنساخ ملون وشبط سكانر مصرة موبايل وشرط على ورقة A4 هاي ورقة شوفوها قدامكم أكيد كنتكم باستنسخين وقارن على ما لازم ولو هاستصار وقت التابلت والايباد والموبايل خوش لكن شنو ذني الأوراق هنا A4 خوش فالشرط وفق التعليمات لا أتحدث بكيفة طبعا شوفو هنا مذكور لازم شنو على أوراق A4 كل المسامسكات يعني قصاصات او ورق A5 اللي هي هاي اذا تكسمها نصفين A4 تقسمتين نصصير A5 A5 خلط غير مطلوبة بالسفارة العراقية يرجعوك تبديمني المسامسكات اللي راح أحكيهن سبعة منعد هن يا عزيزي انت تجحس ليهن يعني بطاقتك الوطنية وغير هسا أحكي لكم عليهم تستنسخ ليهن وتطبع ليهن على ورق ملون وورق A4 لازم وراح خلي مجموعة من الطلاب يستلموهن منعدكم وكل واحد يحط ليهن بكافر شن هو الكافر اللي هو عبارة عن ظرف ليلون شفاف خوش تحطوا ليهن هايشي خوش واحد واحد أهم شي شنو تحط لي نسخة الجواز مالتك فوقاني حتى اسمك ظاهر حتى مين خفطا مع شنو مستمسكات بقية الطلاب أما شن هي المستمسكات أولا الصفحة الرئيسية لجواز السفر مالتك ثانيا صفحة الإقامة مالتك ثالثا الفيزة الدراسية مالتك رابعا صفحة الأولى من جواز سفر الضامن اللي راح ضمنك خامسا وثيقة الإعدادية مالتك لازم شنو مترجمة للغة الإنجليزية لازم تكون مصدقة من جهتين الأولى الخارجية العراقية خوش والثانية سفارة إيرانية ويقنصلي إيرانية موجودة بالعراق حسنا هنا خمس نقاط نقطة رقم 6 وهي البطاقة الوطنية مالتك والشرط البطاقة الوطنية الوجه مالتها والقف يكون على نفس الصفحة هذه النقطة إذا ما عندك بطاقة وطنية فعدك جنسية وشهلة جنسية الجنسية هنا الوجه مالتها خوش والعفوشات الجنسية تكون على ورقة أخرى وإذا تلاحظت هنا يصير هنا فبعد أحسن خوش مال هنا الوجه مال الجنسية أو البطاقة الوطنية أو ورقة ثانية عليها شسمة اللي قافها مالتها هي غير مقبولة ويرفضوها بالسفارة هذه اللي هنا صار جد ست نقاط رقم 7 هذه اللي صالي سأتشيلكم عليها خوش ورقم 8 هذه اللي هنا هذه اللي هنا الأمر الإدارية للملف الدراسي اللي صدرا من الجامعة هذه اللي هنا يا أمي أول سبعة عزيزي هذه اللي قلت لك تجهز لها بلاروف خوش هذه اللي يحتاج هنا منعتكم من بعد ما سلمنا المستمسكات للسفارة العراقية أفرض أن نسلم هنا يوم واحد شهر خمسة الفين واربعة وعشرين خوش يقول تنتظر عشر إلى خمسة عشر يوم ويصدر الأمر الإداري لفتح الملف الدراسي أفرض يصدر واحد ستة خوش من اليوم اللي يصدر هذا الأمر الإداري تنتظر تقريبا اسبوعين إلى ثلاثة ويك وتراجع وزارة التعليم العالي لموقحها بغداد منطقة العلاوي بالطابق الرابع قسم الانبعثات هنا نأتي بعد نقطة اوضح لكم الملف الدراسي من يصدر لك قلت لك تقريبا نظر واحد ستة يجيك على شكل رقم ويمة تاريخ ويمة اسمك ويمة مكتوب فتح ملف دراسي ذني تكتب هنا على ورقة وقلت لك بعد سبوعين ثلاثة تراجع شنو للوزارة مو شرط الطالب نفسي يراجع وللأمر خوش إما والدك أو والدك أو حتى لأخوك أو أختك شنو القرابة بالدرجة أولى مو صديقك وبن عمك وخالك للا هذولا شنو ما يعترفون بهم هناك أو إلا عندهم أكالة خاصة عنك ذني المعلومات تكتب هنا على ورقة وقلم خوش تكتب هنا ليش لأنه بوزارة التعليم العالية ما يدخل الموبايل اللي يجوه فلازم شنو تحضرهن على ورقة مو هناك تحير بالقلم وين الورقة وين وكذا خوش ومسألة الملف الدراسي بداخل وزارة التعليم العالية خلال يوم واحد تكمل شلون يعني إنت خوصا هالمحاولات يحاولون من الصبح يكونون هناك خوش حتى تلد عشل 12 وحدة شنو ويكون ملفك جاهز وكامل يطوق فد ورقة هناك عبارة عن ختومات تختمها من الجهة الفلانية طابق الثلاث وطابق الخامس وتنزل وتسعة وكذا تقريبا بفتسية ختومات سبعة أكثر أقل تختم هنا تخلصا آخر شي تتوصل إلى مسألة الرسوم الرسوم إنه شنو تدفع مجموعة من الوصولات وصل أعتقد عشر تلاف دينار ووصل المادة كان يمكن واحد وعشرين يلف ومجموعة الوصولات تستلم شنو الوصولات بيدك لانا تحتفظ بيحن والأهم من هذا هناك بالوزارة راح تستلم ملفك الدراسي عبارة عن كتاب خوش هنا برقم وتاريخ وهنا اسمك اسم الجامعة معدلك بداية الدراسة مالتك يعني بداية المباشرة بالدراسة هذا الرقم وهذا التاريخ واسمك هو نفس الأمر اللي يصدر من السفارة العراقي على أنه شنو مفتاح لك ملف دراسي اللي قلت لك بغاية طريقة يطلحي شي مو؟ مستوني قلت لك دانا قلت لك تكتمل على ورقة وتروح للوزارة بالوزارة من الطوب راح يطلق هذا الكتاب هذا تحتفظ به وتسوي له سكانر ليش؟ من تتخرج من الجامعة خوش؟ ما تتم المعادلة بالعراق إلا هذا تقدم نسخة من عدة على أنه أنت فاتح ملف دراسي النقطة الثانية بالنقل الموازي للعراق من تقدم على الرابط اللي ينفتح الوزارة تفتحها يخص النقل الموازي الدولي واحد من أهم المسمسكات المطلوبة همات سكانر أو نسخة من هذا إضافة إلى درجاتك إضافة إلى وثيغتك إضافة إلى بطاقتك الوطنية وبطاقتك السكن مع الوالدك أتمنى ما قصرت وياكم يا عزيزي الملف الدراسي جدا مهم وهي أهميتها مثل الكياهة ببيت يعني شنو بيت أقصد أنت اجتلت عرصة بالقو وبالقوة جمعت فلوس شنو لميت نفسك وبعد العناء والبهذلة والصعوبة والغربة هذا البيت بنيتها وخلصت شنو أقصد بهذا الكلام أنه أنت طلعت بالخارج بغض النظر عن الفلوس يعني مو أقل واحد بكم ذابلة جد هنا سبعين ورقة ثمانين ورقة السنة الأولى مصاريف روحة رجعوا وبسرة هناك للشقة مثلا جد 15 عشي ورقة تدفع ورقة 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 ونص مولولا إيجار ثم الجامعة وفلوس التقديم كلها كلها على شيء تقريبا شدة ثوانين ورقة سبعين ورقة هاي شنو إضافة إلى غير المال عذاب ومشاكل وروحة وكل أحد من تعلم يبتعد عن أهله ودراسة مولولا بأنها صعوبة لازم تحمل صعوبة الطريق هذا كله مقابل شنو ملفك الدراسي فهي تبني شقيد بعد العناة الطويل مثلا 100 مليون بـ 50 مليون بـ 200 مليون مفتاح اللي هو شقيد 2000 دينار 5000-1020000 هذا المفتاح ما تقدير طفل البيت اللي عن طريق هذا المفتاح فهذا كله بدون ملف دراسي لا شيء فهي أهمية الملف الدراسي موسيقى موسيقى